قال الرئيس البولندي إنجي دودا أنه لا دليل يثبت وجود هجوم متعمدين على بولندا ورجح في اجتماع لمجلس الأمن البولندي أن يكون الصاروخ قد أطلق من الدفاعات الجوية الأوكرانية البارح سقط صاروخ في منطقة تبعد 60 كم عن الحدود البولندية الأوكرانية للأسف قتل شخصا الصاروخ الذي سقط روسي الصنع لكن لا دليل حتى الآن على أنه أطلق من روسيا من الممكن جدا أن يكون قد أطلق من الدفاعات الجوية الأوكرانية التحقيقات بشأنه تجريها بولندا وحلف النيتو